ملف المسلحين الأجانب والمرتزقة بات على رأس الأولويات في ليبيا انطلاقا من دعوات ليبية حثت مرارا على أطراف الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية وتحديدا واشنطن على مساعدتها في إخراج هؤلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل وتلقي الولايات المتحدة بثقلها لإخراج المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا حيث كشف مسؤول أمريكي عن تنصيق واشنطن مع الأمم المتحدة بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن اتجاه أكدت الخارجية الأمريكية لسكاينيوز عربية حيث شددت على ضرورة راحيل جميع القوات الأجنبية من مرتزقة أو مقاتلين بالواكالة من ليبيا الجميع يعرف أن ما يريده الشعب الليبي هو استعادة السيطرة على بلدهم مرة أخرى واستعادة سيادتهم وهذا يعني رحيل جميع القوات الأجنبية من مرتزقة أو مقاتلين بالوكالة وغيرهم بغض النظر عن التسمية التحرك الأمريكي يأتي عقب ضغوط أوروبية تقودها فرنسا في مجلس الأمن كان من نتائجها توافق المجلس الأسبوع الماضي على انسحاب فوري لكافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة بما يسمح بفرض سيادة الدولة على كل أراضيها واستكمال خارطة الطريق التي أقرت في مؤتمر برلين الأول والثاني ورغم هذه المساعي يبدو نقل هؤلاء المرتزقة خارج ليبيا عملية معقدة برأي مراقبين ليس من الجانبين القانوني أو الأمني فحسب وإنما بسبب إصرار بعض الجهات الليبية على وضع عقبات أمام خطط إجلائهم